تحتفل دار الأوبرا بدكر انتصارات أكتوبر المجيدة حيث تستعيد الموسيقى العربية أجواء العبور العظيم خلال حفلاتها التي ستستمر طوال الشهر وتشمل الاحتفالات عددا من الفعاليات المتنوعة على جامع مسارحها للمزيد ينضم إلينا من الأوبرا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية الأجواء في دار الأوبرا الآن مع الاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي ستستمر طوال هذا الشهر نعم بعد التحية إيمان لازالت دار الأوبرا المصرية تواصل فعلياتها الفنية احتفالا بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر هذه الذكرى التي استطاعت أن ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الجمهور الذي حضر اليوب هذه الاحتفالية التي تقيمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الكبير حازم الأصبجي حفيد الموسيقار الراحل الكبير محمد الأصبجي بمجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية أيضا التي أشعلت حماس الجمهور المشارك كعظيمة يا مصر وأيضا أحلف بسماها وبعض الأغاني الأخرى التي تعبر عن الفخر والعزة بهذه الذكرى الغالية المميز في هذه الاحتفالية أن الجمهور المشارك في احتفالية اليوم من الجمهور المصري والعربي وعندما تحدثنا معهم لمسنا في عيونهم الفرحة والبهجة والعزة بهذه الذكرى لدرجة أن أحد الجمهور أيضا عبر عن اعتزاز وفخر بهذه الذكرى من دولة الأردن الشقيقة وأنه يأتي في هذه الذكرى تحديدا كل عام إلى دار الأبرة المصرية باعتبارها منارة الفر والثقافة لحضور هذه الفاعلية اعتزازا وفخرا بالقوات المسلحة وبالانتصار الذي حققوا بالتزامن مع هذه الاحتفالية التي لازالت حتى الآن على المصرح الكبير هناك احتفالية أخرى في محافظة ألمينيا يقيمها الفنان علي الحجار وأيضا احتفالية أخرى في أوبرا دامنهور وأيضا في أوبرا الإسكندرية هذه الاحتفالات ستستمر طوال هذا الشهر وهذا برنامج أعدته وزارة الثقافة ودار الأبرة المصرية للاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوب كل المصريين والعرب وبالأمس كنا نتابع معكم الاحتفالية الخاصة بمركز تنمية المواهب فإذا توجه مهم من دار الأبرة المصرية تنفيذا بالطبع لتوجهات الدولة المصرية بضرورة أن يتم غرس حب الوطن وهذه الملحمة الوطنية في الصغار والكبار فإذا أجواء كلها فن وأيضا أجواء من الفرحة والبهجة موجودة هنا على المصرح الكبير بدار الأبرة المصرية وبالطبع ستستمر هذه الفعاليات في كل محافظات مصر احتفالا بهذه الذكرى الغالية الذكرى انتصارات السادسة من أكتوبر الآن عودة إليكم مرة أخرى في الستوديو إيمان ومحمد أشكرك محمود جميل من دار الأبرة المصرية